أنا إلهام حقي من سوريا مدينة الرقاء المرأة الرقاوية قبل السبعينات كانت تعيش حرية ووضع أفضل من الأعوام اللاحقة وليست السابقة كان يجون ضيوف من حما يقولون أن الرقاء بارس المرأة الرقاوية هي أخت الرجال تستقبل الضيوف في بيتها وبشكل عادي ما عندنا شيء اسمه خبئ ويعني سكر الباب بحلب مثلا فرق الرقاء عن حلب مثلا والشام وحمص وحماء أن الرقاء مدينة صح نائية ولكنها منفتحة اللساء عندنا ما كانوا يتغطو يحطوا شيء عن راسي يسموها شالة أو شيء يعني ما هي حجاب كامل وبعدين يغطلتوا كانوا مع الرجال بالجلسات وبالدبك وبالأعراس كان كثير يتواجدوا مع بعضهم كانت المرأة الرقاوية تستيقظ صباحا الصباح الباكرة وتنظف الشارع قبل أن تدخل إلى البيت حتى لا يقولوا أنه عنها هي أمرأة غير نظيفة أو غير احنا بسموها بالمحكية اللغة المحكية كحيلة يعني أنه إنسانة جيدة بالشغل البيت ونظيفة على بيتها وأولادها كانت حتى الأمية منهم بالرقة تحاول الدرس أولادها وتحب التعليم بشكل وعندما تسمع الأبناء حتى لو كانت ما تقرأ وتكتب حتى لو كانت تمسك الكتاب المقلوبة هي تدعي أنه هي عم تسمع وتتابع ابنها بالدراسة يعني المرأة الرقاوية كانت جداً منفتحة وتخرج إلى الشارع وتعمل بالتجارة المحلية بالبيت مثلاً لكن الجيل بعد السبعين بعد الثمانين بلش أنه فيه وظائف ومعلمات أكثر شيء كانت المرأة الرقاوية تميل تبعت بناتها يصيروا معلمات يعني بالنسبة لهم أفضل مهنة أنه على أساس أن مهنة التعليم هي مهنة راقية وما فيه اختلاط مع الرجال أنا معلمة ابتدائي وأدرس أطفال أطفال طبعاً مختلط لكن في سنة الثمانينيات تقريباً جاء قرار مفاجئ بعزل المرحلة الإعدادية والثانوية بعزل البنات عن الشباب فجاءوا بشاحنات وضعوا الذكور بهذه الشاحنات ونقلوهم إلى مدارس أخرى عزلوهم عن البنات هذا التصرف طبعاً إحنا اعتبرناه هو تجربة على فئران هم أجروا تجربة فقط في مدينة الرقا أنا اعتبرتها ارتدادية اعتبرت هذه المرحلة ارتدادية وليست للأمام وحاولوا يريفوا الرقا يعني يجيبوا لأهل الريف ويسلموهن المناصب النظام يعني لتريف الرقا كون الرقا كانت بطريقها إلى أساساً الأدباء بالرقا كانوا كتير عددون كبير وكانوا معروفين بالرقا كانت معروفة بأدباءها المشهورين المميزين هن شعروا النظام أن الرقا في طريقها إلى الاستقلالية ما بدهم إياها تتقدم هاي المدينة فخليها يلتهوا بخبزهم وبأنه هذا شب وهذا بنت ويبتعدوا عن بعضهم مشان ما يظل متجهين باتجاه الصح بعد السبعينات كون إحنا معلماتنا كانوا من غير مدن بسوريا المعلمات من الرقا كانوا قلائل ومعدودين على الأصابع فكون مدينتنا مدينة منفتحة وشعرت بهذا الشيء وفي ناس طبقة كتير متقفة كانتوا واعية فحاولوا يعلموا بناتهم ويحطوهم في طريق التعليم فصار عنا مستوى أنه من المعلمات لا بأس به من المعلمات الرقاويات فهذا الشيء ساعد بالاكتفاء بهذا الشيء وحتى هذا الشيء في الفترات الأخيرة أصبحوا يضعون بنات الرقا في القرى ويأتون بمنات من طرفهم من لاذقية وبنياس ويضعوه في مدينة الرقا لأنه كمان شعروا أنه اللي سيطر على التعليم هن النساء الرقاويات فهن ما بدون هالشيء هذا إحنا ما نضد أنه يجيبون لنا معلمات من غير مدن بلأس أنا كنا نحب له ضيوف ونحب له أغراب ونتعامل معهم بكتير بود وحتى هذا الشيء ما خلاني نتعامل بقصوة معهم بس إحنا كنا نشعر إحنا الطبقة المتعلمة يعني على الحانة نشعر إنه في شيء عم ينحاك حولنا كنا شاعرين بهذا الشيء بس ما كنا نقدر نحكيه بشكل علني لأنه كان في كتير تضييق أمني يعني فكنا دائما حذرين إنه حتى بالمحاضر الموقت بيجوا يسوي مثلا معنا هذا يسموه جرد كل سنة إنه المعلمة شو ميولة وشو اتجاه هذا وشي كنا نكتب إحنا حيادية إيجابية إيجابية لازم تكون يعني إيجابية إحنا ونطلع المسيرة غصوة لعنا طبعا يأخذوا المعلمات يجيبوهم لازم تطلعوا مسيرة غصب يعني ويقولوا مسيرة طوعية أو ذاتية يعني طب ما عدنو صحيح لحكيه كنا نمشي ونلتفت حوالينا يعني ترجمة نانسي قنقر